يا صباح الفل وحشتوني جدا 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 انا عارف ان انا اغبت كتير قوي شهر تقديبا ممكن شهر كميوم شهر الا كميوم سانا حقيقي عايز اشكركم جدا 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 انا لقيت كم رسائل على فيديوهات قديمة وعلى انستا وعلى الفيسبوك ايه انت فيه هاي بريه ايه كده الاستفاء ده او فينا استطيرة او بعتلها على فيديوهات قديمة قديمة يعني مش قديمة من قريب قديمة قوي احنا انت وحشان ما احنا بنشوف الفيديوهات القديمة بقدم مشكلة جدا 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 ديكم والله هو غياب ما يعني كان غصبا عني الفترة الفترة دي كنت مشغولة جدا بتفتكروا في اخر فيديو قتلكم انا عندي مناسبة حلوة اه كنا بنحضر لها يعني دي كانت خطوبة اختي فيعني كنت بسافر وبروح وجهة كتير فكنت مشغولة جدا الفترة اللي فاتت وبعد كده طلعنا منها دخلنا على طول على دراسة دراسة عندي في الشغل صعبة جدا في اولها يعني من قبلها باسبوع لحد اول اسبوع ده صعب يعني صعب ان انت تعملها اي حاجة غير ان انت تكلف تشربي وبس جنب الشغل عفوا يعني والله كان غصبا عني يعني الغاب شهر ده كان غصبا عني المهم يعني انت وحشتوني اه من شكلة جدا على دعواتكم الناس اللي كانت بتبعت تقولي انتي فين ربنا يخلي تكوني بخير والكلام ده حقيق شكرا ان انا لو عليها طلع الكومنتات دي كلها ورسائل كلها بس يعني مش هيكفيها فيديو فبجادة من شكلة جدا ايه من مهم ده روزين جديد وان شاء الله حاول الفترة اللي جاية دي يعني الضغط اللي عندي ابتدى يخف شوية احاول ان انا ارجع تاني يعني مش التزم انجح ان ازلكم عشان حتة الالتزام دي في الدراسة انت عارفين بتبقى صعبة جدا يعني ايه المهم انا صحيح اتفتحت الدنيا كده وشغلت القرآن آآ وتوضيت وصليت واليوم ده كان اجازة وكانش عن شغل فيه ما عشان كده عارف يصور لكم فيه يعني هتلاقوني مثلا ايه ممكن اصور لكم جمعة او سبت وهنزلكم في نص الازوغة فان شاء الله بس اتوقع دي كده ربنا ايه يسر ان الدنيا هتيمشي يعني المهم وعملت المشروب بتاع خالي التفاح ده حلو جدا جدا يعني بصه طحفة ممكن بدل اللامون تحط معها عود ارفة على فكرة عادي جدا ممكن بدل عودة الارفة تحط معها شرح التفاح كله ده حلو جدا من حاجات المنعشة مفيدة للبشرة والشعر والجسم كله وبيتعلي الحرق كمان يعني حاجة حلوة جدا انا قلت هفتر لان انا زوجي في اليوم ده انا كنت قاعدة ما كانش عندي شغل ان هو كان في شغله فكان فتران واخد فتره معي يعني والدنيا كانت تماما كنت صح يعني جدا لان اليوم اللي قبله اخر حاجة كنت اكلتها كانت على الساعة اربعة ومقتلتش تاني انشغلت في كده حاجة وخلصت وهمت في مكون تجعانة فطلعت شرات شرائح توست كده حمصتهم في التوستر وما مش شغل دي اللون هو دي الكاميرا بس يعني ما شغل دي اللون انا لو علي حمصه مكتر من كده انا بحبه مقرمش اوي المهم اه دي مورتة اه اسمها مورتة بتاعت اه سار البطة سار البطة دي محلات اه البان وجبل محاكات زي كده موجودة في فيصل انا معرفش الامانة هي موجودة في اماكن تانية غير فيصل وده لأ بس هي مشورة جدا في فيصل اسمها البان سار البطة هتلاقوا المنتجات بتاعتها كمان موجودة في سوبر ماركت اللي هو اه بيم او بيم اعتقد يعني ممكن تلاقوها كمان في كازيون فالمورتة بتاعتها تحسوها كده مورتة على جبنة قديمة على جبنة قريش حكا كده تعمل حلو جدا يعني المهم فلو هتجيبوها هتحطسوناها طبقة كتير يعني هي الطبقة القليلة بتاعتها هتحسنها ما تديكي طعم فضيع بعدها اعملت يعني 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 مجة اهوة مش كده حسن انا عايزة استوعب ان اليوم بدأ وفروض ان انا قوم اشتغل المهم النهاردة كان اليوم ده كنت جايبها الخزين قبلها بيوم آآ كنت عايزة حدر كام حاجة كده بس قلت عمل الاول آآ آآ دي اللي احنا بقموا عليها لوبيا انت بتقول عليها امو عين سودا ما عارفش بقى انت بتقول ها كده ولكن انا عارفها بلوبيا دي ناس تاني بتقول عليها امو عين سودا فاصوليها في عين سودا شغال المهم انها تتعامل يعني ده كان كيس كده تخسله آآ وهسلقه كده يعني تلات تربع سلقة وصفيه وحطه في كس وشور في الفريزر بيوفر عليها جدا واليوم اللي قبلها كنت عامل الفاصوليها البيضة لنفس الطريقة دي بس لقها وبديها تلات تربع سلقة آآ واشطفة كواس جدا وصيبة صفي خالص بعدين بوزعها على كاس وحطها في الفريزر لان انا بجيب الشغل اللي عارفين انتوا على الساعة مسلا ترات اربعة كده اللي هو يلا الكيس ده من الفريزر والكيس ده الفريزر ويلا الاكل تعامل خلاص على كده زي ما قلت لكم قبلها بيوم انا كنت جاية الخزين آآ آآ كنت غسلة العلق بتاع آآ البوكوليات والمكارونة ورز والكلام ده قبلها بيوم وسايبها تصفت خالص بس برضو مشيت فيها منزيل كده عشان لو في نقطة ماية ولا حاجة ما ترتبش الحاجة. عايز اقول لكم انا مساعت من قلت هنا في الشقة اللي انا فيها الجديدة دي آآ يعني المسؤولين عن البيت وكده كنت بعدتها جابت لي آآ مقارونة ورز فجابتولي سايب كيال زي ما انتم شايفين كده من ساعتها ببادش بجيب اي حاجة تانية خلاص هو الرجل ده هو العطار ده اللي انا بجيب منه مش اجيب منه تاني كل ما بحتاج ببعدها تجيب لي بصراحة الحاجة بتاعته فيها برقة يعني الكيال بتاعته اللي هي الوزنة السايبة فيها برقة عن اللي كياس اللي هي اربعمائة جرام متواتمائة خمسين جرام دي ده غير ان هي بتاخدش مية كتير وما شاء الله يعني يطعمها حلو جدا عجبنة المقارونة النفسة حلوة قوي المهم فضيت كل المقارونات اللي كانت عندي اللي قدت جايبها والرز انا مش جايب انواع كتيرة يعني احنا في الدراسة بالنسبة لنا اثر حاجة الرز بشعرية المقارونة اللي هي المرمرية الصغيرة دي عايزة بقى وبدوكم الفترة اللي فاتت دي انا مصورة كام فيديوهات ومساحته ليه كل ما انا نفسي فاضي اصور كل ما انا نفسي فاضي اصور اقول هنزل الفيديو ده بكرة هنزل الفيديو ده بكرة يوم اجازة زي الجمعة ده قلت هصور ونزل الجمعة وهنزل السبت ما نزلش اي حاجة خاصة وانا من عدتي محبش انزل حاجة مرة عليها مدة طويلة يعني انا الشهر اللي فاتت كله ممكن يكون صورت على مدار الشهر اربع فيديوهات كاملين اللي هو وقفين بس ان هو يعني ايه اه يتعملون فيس اوفر وينزلوا يعني متمنتجين اللي هو هيتسجل عليهم بس وهينزلوا خلاص يعني اه المهم يعني فمساحتهم لانه خلاص عد عليهم وقت اه وكان فيهم كزا حاجة خاصة بالشهر اللي فات ده فقلتوا لأ خلاص خلينا في الجديد بقى ان شاء الله كل سلام طيبين اقول بمولد النبي اه وصلاة سيدنا محمد ان شاء الله كده يا رب كل اللي ايام الحلوة اتعدي عليكم اه لفقدين ولمفقدين ان شاء الله كده بخير اسفى بقى على صوت الكلام لانه احنا عندنا في جنينة جنبنا يعني اللي بيت اللي جنبنا على طول فجايبين كالبين جداد فلسه بيتعودوا عليهم يعني هم نفسهم لسه بيتعودوا عليهم فما بالكم احنا بقى يعني يا ربنا يصري ويهديهم اما تقريبا عشان نستمدادة على المكان فعملين اه لعيان دي الحاجات اللي فضلت عندي عايز اقول لكم علاف التخزين دي حلو جدا يا بنت فيه انها الاكبر من ده بس انا حابيت اجيب الحجم الصغير عشان يدخلوا عندي في ضرفة ضلب المطبخ انا بقى عندي الفراخ كنت متبلها اللحوم الشهر كلها عملتها وشلتها وقتم طلعها فراخ شاوي دبابيس يا دبابيس كده اه وقطعتين فراخ معاها قلت هتطلعهم كده يفكوا خالص اهتهم فصنية عليهم معلقة اه زيت او زبدة وشد سبع منفقهم كده سبع بهرات وعالفرن على طول دورت على زبدة فرن انا بحبها جدا جدا انا عندي سامنة بلدي احب اجيب معاها هي وزيت الدرة زبدة فرن حلوة جدا 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 بس ملقتهاش يعني انا سألت عليها قال لي لي وصلت حاجة وخمسين تسعة وخمسين تقريبا اه وستين طب فين مش لقياها دورت عليها في كزا حتة مش لقيا فاقول لي كريستال هي هي بس الفرق الكريستال اذي ارخص منها بحاجة بسيطة يعني بعشرة جنيه تقريبا او حاجة زي كده ما جربتهاش للامانة لسه يعني انا لسه ما استعملتهاش آآ بس يعني يعني خامت الزبدة نفسها بان عليها حالب كويسة فاللي جربها هيبقي عرفني انظامها يعني المهم انا مش بقطع لقلب كله انا باخد ربع القلب بس هي العلبة دي بيملاها ربع القلب وبشير الباقي في الفريزر والعلبة دي على طول ما احطوطها في التراجة مش بحطها برا انا مش عارفة هو الجو مال بالزبط يعني وفي ايه يعني الصبح انا لازد الشغل على الساعة سبعة ونصف كده جب في نسمة هوا برد كده عارفين انت الليقول عن الهواء العليل ده الحاجة الحلوة دي بتاعة الخريف ما بس يعني لا اخروا حتى الساعة تسعة الصبح تعالوا بقى من بعد عشر احداشر شمس مش طبعية ودرجة حرارة وارطوبة مش طبعية في يعني الناس اللي بتقول احنا دخلنا خريفين انا لا شايف خريف ولا شايف شتاء اه دي اللوبي خلاص اهي استمتع ثلاثة كاس واحطها في الفريزر بطلعها على الطماطم على طول يعني انا بصفر بصالها مسلا بحط عليها الطماطم وارح حط فيها اللوبي على طول واوقات بطلعها شوحها نفسها مع البصلائي وادي الفراغ بتاعتي عملت جنبها صرطة طحينة وصرطة خضرة وعملت شربة كريمة فراغ هي اضاءة بس عشان عاملة اوي فمش بيانا لكم ان في حاجة بيضة بس ايه دي مش مبهمة دي شربة كريمة فراغ عايز اقول لكم بقى كان زوجي طالب مني كيكة الشوكولاتة دي بقاله كرن زمني ما بيحبها جدا بس هي ما بيحبش صوس الشوكولاتة نفس يكون تيه يحب طعم صوس الشوكولاتة يكون خفيف كأنك انتي سياها يعني مسئية انما مش حاجة تقيلة مش زي الجناش كده تقيل عليها فعملت لها صوس خفيف خالص وهيبلكه تقيل بس لقى هو خفيف لما حطوا عليها دلوقتي هتلاقوه خفيف مش عارف هي اخدت موقف من نص كده ليه بس تمام مفيش مش كده طالع هشة وزيل فلو جميلة جدا قال عادت كمية بصراحة ليه بقى انا هقسم منها يعني انا اللي بيفيد مني احسن كان منها النهاردة وبكرة خلاص مش عايزين نقل منها تاني ضيقنا من شكارات انا عايزين نغير بقى بقى اصطعها كده شرايح وحطها في كياس وعالفريزر انا عارفة مسلا ان انا هطلعها الصبح هاكل منها الصبح وارح مطلعها مسلا عاملها طبق منها صغير كده زي اللي هتشوفوني دلوقتي بعملوه وحطها اه تفك خالص بترجع هشة زي منتوا يعني بصوا كأنكم لسا عنينها دلوقتي حالة ده القالب انا هشيله لان انا كانت عاملة زي ما بقول لكم كمية شوكارات عاملتي صنية القلب الكبيرة دي وعملت القالب الصغير ده هقطعه شرايح وهحطه في بلاستيك راب او اللي هو بتاع تغليف الاكل طحفة بطلعها جميلة جدا وهشة وزي الفو اللي بطلعها من الفريزر على فكرة مجرد ما فوق بترجع لنفس المنظر انه شايفين ده المهم اقطعها شرايح وهدف كل اربع قطعة مثلا كده في كيس وعال فريزر انا مثلا عارف ان انا هدي الجوزي منها الصبح ورايح شغله فبطلعها كده تفك والصبح يحطها له زي ما هي كده في البوكس بتاعه بتحف عايز اقولكم انا اشتريت لنش بوكس حلالي جديد لان اللي عندي انت عارفين انت تتحرق ومكنت ما كنتش لقياه يعني انا مش عارفين حاجة كده بتظهر حلوة وبعد كده تلاقوها اختفت مش عارفون توصلوها فجبتوا مرة رفق المرة ان كنت اجيبها من سنتين كان عامل مية جنيه من عند بيتجي على فيسبوك سمازل زل اعتقد لكل عارفها يعني السنة دي جبتوا بمتين خمسة وتلاتين بالشحن بتاعه بس هو اكبر من ان كان عندي الاول هبقى اوليكم الفيديو الجيه ان شاء الله المهم مش عزيكم تزعلوا على الغياب والله يا بنات انغصص بين عني ضغط الشغل عندي بصعب جدا من قبل الدراسة عشان بنستعدلها لها ترتبات كده وفي اول اسبوع لاول عشرة يام دراسة احمدوا ربنا ان انا عرفت انزل لكم الفيديو ده نزلته لكم لانه انا كنت مصوراه كنت واخدى يوم كده اسرق يعني في نص الاسبوع اجازة فوقت اصوره بحيس ان انا نزله يوم الخميس يكون قاعدة فاضية اما انتشو هنزله او الجمعة فتمامي يعني اهم اليوم خلاص على كده الحمد لله على خير انا حاول اطولكم في الفيديوهات شوية انا عارفة فيها تحب الفيديوهات الطويلة بس بحبش اطول كتير والله عشان يعني اصحاب البقات ما البقاتها ما تخلاص يعني فنحاول نخلي الحاجة وصل كده في حدود ربع ساعة المهم بس دولي اقدر للتزم وارجع تاني ان انا اكمل انا زعلانة على القناة والله ان هي ريتش بتاعها نزل قوي قوي كده برغم العدد المشتركين بتاعها لو رجعتوا للفيديوهات بتاعة بتاعة الحملة وتجهيز الحملة والولادة والكلام ده هتلاقوا فيه عندي فيديوهات معديها المليون مشاهدة فإن اللي حصل دروب كده سقط يمكن من عدم ان انا مش ملتزمة فيها فخير ان شاء الله حاول ارجع لتزم فيها تاني معاكم وربنا يصرع بازن الله تسوش بقى اللايك والدعوة الحلوة وشوفكم على الف خير ان شاء الله في فيديو جاي